اسمي عبدالله الشهري مصور and freelancer مسكت أول كاميرا بالغلط في 2009 قررت أني أقرأ المانوى لحقها بعدها وقفتني صعوبات أني ما أعرف مصطلحات التصوير فاضطريت أني أروح لجوجل ويوتيوب وبعدها الحياة تغيرت قررت أعلم نفسي لن بديت أتمكن من الكاميرا وأفهمها أخذ مني الموضوع سنتين والسوشال ميديا كانت فترة انتقال في الانترنت عندنا في السعودية فالناس كلهم بدأوا يكونون في السوشال ميديا ومن هناك تقريبا كل شيء بدأ وأنا صغير كان أبوي يأخذنا على محل اسمه في الرياضة اسمه البراجون البراجون كان محل فيديو فكنت أصير دائما أشوف البوسترات تبع الموبي وبالنسبة لي كان هذا علم أنه كيف يسوون بوستر موبي فمن هناك بديت أحسب أهمية التصوير وبديت أسوي بوسترات موبي ومن ذاك الوقت يعني بديت أتحمس بديت أصور أقاربي الأطفال الأخوان لين ما بجت السوشال ميديا وبعدين بديت أصور ناس ما أعرفهم بديت أتعرف على ناس جداد يعني صارت لي فرص مرة رهيبة ومرة عظيمة وما كنت أتخيل في يوم من الأيام أني أبا كون فيها يعني مثلا في 2011 داعش كان سمعت بزيارة ميسي بالسعودية فوقتها طلبنا من رعاية الشباب أنه عندنا فكرة أنه نبغى نصور اللاعبين الأرجنتينيين فوجتنا الموافقة بعد ما أرسلني البرتفوليو إلى المنتخب ووافقه وفكانت فرصة سعيدة أني الوحيدة اللي قدرت تصورها ومن هناك الحياة تغيرت يعني وغير شغلي وغيأ ونقل حياتي إلى مرحلة ثانية إن شاء الله نقدر هذه الأيام نوري كل人 كيف السعودية قاعدة تتغير وقاعدة تتطور ودائما أحب أنصح المصورين أنه عندنا ثقافة وكولتشر موجود في هذا البلد لسه باقي معاحد لمسا فأتمنى أن كلنا نقدر نستغل وكلنا بنقدر نستفيد منها إن شاء الله أنه نقدر نبين الصورة الجميلة عن هذا البلد